هنا البرلمان المغربي المؤسسة التي يمنحها الدستور حقا حصريا في التشريع داخل المؤسسة حركة مستمرة يستوجبها الشد وجذب بين الأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس وطبيعة المهام الحساسة الموكلة ليمثل الأمة التنسيق بين أحزاب الأغلبية جزء من العمل البرلماني بموجبه تعقد سلسلة من اجتماعات محاولة تقريب المواقف الحزبية المختلفة وتصريفها في إطار موحد يحافظ على انسجام هذه الأحزاب وبالتالي التجربة الحكومية الحالية ليس كل ما يأتي من الحكومة نصادق عليه مباشرة بل هناك تعديلات تهيئها الأغلبية وتعديلات تأتي بها المعارضة فالتعديلات الأغلبية لا بد أن يكون هناك تنسيق وللشرف أنني أنصيق بين فرق الأغلبية نجتمع بتعديلات فرقنا بعد الاجتماع الفرق يوم الثلاثاء في الفرق يوم الثلاثاء نخرج بتعديلات في موضوع مؤين حسب الفصول وحسب نوعية ذلك المشروع الذي قدمه للمجلس وبعد ذلك أولا هناك جلسة أولية مع الحكومة لأننا جزء منها نحن من الأغلبية نطلع على تعديلاتنا وتأخذ منها الشئ الكثير يعني تحاول أن تستجيب لرغبة الأغلبية هنا بمكاتب الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين يجري جل العمل المرتبط باللجان الدائمة والجلسات العامة وكل ما له علاقة بعمل المستشارين البرلمانيين في الطابق الثاني لمجلس المستشارين تقع هذه المكاتب التي سضم الفرق البرلمانية المختلفة وهي تناسق فيما بينها بشكل يومي بإشراف مكتب التنسيق وإدارته عمل حقيقة دي الفرق عنده طبيعة خاصة لي أحيانا يتجاوز الوقت المعين للعمال يوية تماشى مع طبيعة العمل داخل المجلس لي أحيانا بعد لجان لك تبقى إلى وقت متأخر من الليل كذلك هناك تنسيق فيما يسمى المداخلات باسم الأغلبية في إطار المشاريع القوانين التي تبرمج داخل الجلسة العمومية كان كذلك تنسيق فيما يخص مجموعة دي المواضيع بعد أيام الدراسية بعد المواضيع التي دات طابعة التي تلزم الأغلبية أن تتخذ فيها موقف موحد الاقتراب من عمل البرلمان من الداخل يعطي صورة مختلفة عن طبيعة الحركة فيه صورة أقرب إلى الشكل الذي رسمه الدستور لهذه المؤسسة ولأهمية المهام التي يقوم بها على مستوى التشريع والرقابة والديبلوماسية